لكن قبل ما ادخل في اي تفاصيل عايز اشكر كل المواقع الرياضية وكل الزملاء الصحفيين وكل الناس اللي عندها بتجات على السوشيال ميديا التفاعل بالامس مع حلقة برنامج التريند الحمد لله كانت تفاعل كبير جدا والناس الحمد لله بتثق فينا ثقة كبيرة وثقة عمياء لما نتكلم على تصنيف الاندية اللي هتشارك في منديال الاندية قبل القرع ب72 ساعة ونتكلم في التفاصيل ونقول الاندية المصنفة ايه والاهل تصنيفه كام والهلال السعودي والريال والسيتي وفرق امريكا الجنوبية والناس على طول تعتمد ورانا بدون ما تراجع او تتأكد دي بالتأكيد معناها ان فيه ثقة كبيرة جدا من المحتوى اللي بنقدمه هنا على شاشة قناة الاهلي من خلال برنامج التريند ودايما احنا بنحاول قدر الامكان نقدم لحضراتكم المعلومة المجردة من اي انتماء سهل جدا كان اي حد يقولك ايه دا الاهلي تصنيف ثالث اعمل نفسك مش واخد بالك يوم القرع لما يتقال ما فيش مشكلة لكن بالعكس ما عندناش حاجة تستخبع وجودك في محفل كبير زي ده اكيد ليه رصيد كبير جدا عند اسم النادي الاهلي ومكانة النادي الاهلي وكل الاجتماعات اللي بيعملها الاتحاد الدولي بتلايه دايما النادي الاهلي جنبا الى جنب مع الريا المدريد مع اليوفي مع البيرن مع بي اس جي باريس سان جيرمان فشيء رائع وشيء جيد وحتى لو تصنيف ثالث ما احنا شرحنا قواعد القرع وانا القواعد اللي وضحها الاتحاد الدولي بشأن توزيع الفرق في هذه البطولة المستحدثة اللي هتقام لأول مرة بمشاركة 32 نادي ولكن كل المواقع الرياضية بمختلف انتمائتها حتى المواقع الجماهرية زكرت برنامج التريند زكرت قناة الاهلي اصبحت قناة الاهلي مصدر رسمي لكافة الاخبار اللي بتتعلق بالنادي الاهلي وحتى غير النادي الاهلي والناس الحمد لله مش محتاجة تراجع ورانا الحاجة اللي بنقولها بعد يوم واثنين واسبوع بتتقال احنا وصلنا لمرحلة الحمد لله والفضل الله يعني بعد جهد كبير ان بقينا مصدر رئيسي واساسي في اخبار الكرة الافريقية واخبار الكرة العالمية سواء في الاتحاد الافريقيا والاتحاد الدولي لدرجة حتى النهاردة لما تلاقي أوسع الصحف وأكبر الصحف في إنجلترا الديلي ميل النهاردة بتتكلم على مرسم القرع وتصنيف الأندية دمكم على الشاشة هو الديلي ميل مبارح وهي صبعا صحيفة بريطانية كبيرة والأكثر والأوسع انتشارا في القرى الأوروبية النهاردة نشرت الكلام ده تعقيبا بقى على الاتقال مبارح في برنامج التريند واللي بالتأكيد عمل صدى كبير جدا لما نسبق الديلي ميل ب24 ساعة في حدث مهم جدا زي ده وقبل الاتحاد الدولي ما يعلنوا لكافة وسائل الإعلام أو حتى يختر بالأندية على المستوى الرسمي إذن هنا على شاشة قناة الأهلي ومن خلال برنامج التريند ومن خلال كل برامج القناة حارس الأهلي الكابتن أحمد شبير ملك وكتابة مع المهندس عدل القيع والأستاذ برامل بن يرسي هتشوفوا مادة إعلامية على أعلى مستوى وبإذن الله إن شاء الله برضو في الساعات اللي جاية وفي الأيام القادمة عندنا أخبار كتيرة بالتأكيد هنقولها لحضراتكم لكن مهم جدا كنت أبدأ حلقة النهاردة وأشكر كل الناس اللي تفاعلت وذكرت اسم القناة وذكرت اسم البرنامج وذكرت ودة المصدر وقالت مصدر الخبر منين وطالع منين فزن طبعا إن البعض فيه بيبقى عنده حساسية شوية إن هو يقول المصدر بس ما عندناش مشكلة إحنا بنتعامل بشفافية مع الجميع ما عندناش مشاكل مع أي حد ولكن لما بقول معلومة بنبقى حارسين جدا إن احنا نوصل لحضراتكم المعلومة الأكيدة والحصرية شكرا شكرا